السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال يا شيخ ناجد طبع أسأل وهتجيبني وأنت كل مرة تأسأل وأنت تجيب لا أحسيب لك أنت المجال طبع ماذا استفادت الأمة من غيبة إمامك المهدي كاستفادتنا من الشمس إذا تجللها السحاب نفس قول النصارى ما بيقوله آه المسيح يعني الشعاع والشمس بس إحنا بناستفاد من الشمس كل يوم وبنشوف الشمس كل يوم وشعاعها بيفدنا كل يوم وبتخرج لنا الشمس كل يوم وبتنتفع بها الأرض مهديك عمل لنا إيه بقى استفادنا منه في إيه ليست الفائدة من الشمس بالنظر إليها لما تقوم نشوف الشمس كل يوم الفائدة ليست بأننا نشوف الشمس كل يوم الفائدة من فوائد الشمس التي توصلها إلينا ما أنا قصدي دوت ما دل أنا قصدي عليه إن الشمس بترسل لنا فوائد يوميا كل يوم الشمس بترسل لنا فوائد انت مهديك بيرسل لنا ايه بقى ارسل لنا المراجع سرقوا الخمس يا شيخ ارسلنا المراجع لعبوا بنساء الشيعة شوف اسلوبك شوف اسلوبك انت تعمل ليه كده يا شيخ ناجل انا قصد يعني ماذا استفدنا الشمس ارسلت لنا الشعاع اهو قد لتا بتقول عليه واستفدنا منه استفدنا بمهديك ايه بقى استفدنا منه ايه استفدنا امور غيبية توفيقات نحن الشيعة لو لا الامام يعني الامام المهدي قال لي منعنا ان احنا نسبحكم توفيقات كثيرة ازاي اعوذ بالله يعني وما توفيقي الا بالمهدي مش نبي من الانبياء قال وما توفيقي الا بالله حتى التوفيق بتنسبولي امامك الهارب يا شيخ ناجلي دا رقم واحد رقم انت احنا لا نطالب بذبحكم ولم نأمر بذبحكم والله لو انت قدامي لا اقسم برب الكعبة ولعنة الله علي ان كنت كاذبا انت لو قدامي سأكرمك واضيفك واجلس معك ولا اذبحك ولا في بل ان اذبحك ورب الكعبة حتى لو انا وانت الوحدين ويشهد الله على ذلك لا اذبحك ولا ان احنا نريد لكم الهداية دا رقم واحد رقم اثنين يا شيخ ناجلي فين وما توفيقي الا بالله يا شيخ ناجلي وانتو على طول كده بتشركوا بالله اولا انا عندما اقول تذبحوا لا اقصد الشخص معين انا اقصد الفكر واضح هذا كما يحدث الان التفجيرات في الحسينية لا لا انا اقول من هنا ان كل من يفجر حسينية او يفعل مثل هذا فهذا ضلال بي وهذا لم يأمر به الاسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيقول للصحابة في الغزوات لا تقطعوا شجر ولا كان يأمرهم قال لا يقتلوا رجل يتعبد في سومعة ما انه بيتعبد لغير الله ما انه بيعبد صنم او بيعبد غير الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهوم عن قتله احنا لا نريد تفجير احنا طيب انت دلوقتي انا ممكن اجيب لك دلوقتي بعد الزنادكة اللي بيتهم ام المؤمنين عائشة بالزنا وانا اعرف انك لا تتهم ام المؤمنين عائشة بذلك هل انسبك لهم فانت لا تأتي لأي احد بيفعل اي شيء باطل او اي شيء بعقيدة فاسدة وتنسبه لنا نرجع ونعيد تاني عليك السؤال الشمس بننتفع بها كيف ما انتفعنا بمهديك الشمس بننتفع بها والارض تنتفع بها والزراعة تنتفع بها والنباتات تنتفع بها لكن مهديك بقاله 1200 سنة معطل محطوط فيبريشن يعني تسمح لي بالجواب ام لا اتفضل الشيخ نجدي اتفضل رجال لا تقاطعني يعني هناك شقين من الجواب الاول قلته لك بانه توفيقات انت اعترفت وقلت وما توفيقي الا بلا هذا يا عزيزي استاذ رامي التوفيق بالله هذا من حيث الاصل لكن هذا لا يمنع من وجود اسباب تؤدي الى هذا التوفيق هذا واحد يعني هذا ليس شرك عندما نقول ان الامام له او بسببه توجد توفيقات للبشرية هذا لا يعني اننا ننسب التوفيق الى الامام لا انما ننسب الواسطة في التوفيق الى الامام وكما قلت لك قبل القليل انه هو وسيل الى الله تعالى فلا يموت ذلك الى الشرك لا من قريب ولا من بعيد طب ازاي بيوفقنا يا شيخ نجدي ازاي بيوفقنا لا نعرف لانه غائب حتى نسأله لا نعرف يعني اعوذ بالله يعني انت اشرقت بالله واشرقت شخص بالله مع الله عياذا بالله والله قالوا لا يشركه في حكمه احدا ومقلت لك ازاي بيفعلنا هذا الشرك قلت لي لا اعرف غائب طب عرفت من ان هو بيوفقنا عياذا بالله انت لمش عايز يوفقك في المناظرة معايا وعجز عن الاجابة الان لماذا لا يوفقك في الاجابة على اسئلة سبحان الله يعني بعد اقل من ثانيتين على جوابي كأنك لم تسمح كلامي نهائيا قلت لك ان نسبة التوفيق الى الامام باعتباره وسيلة للتوفيق الالهي لا يمنع من ذلك تقول لي اشركت وتوفيق لما اتجاوه ثانيتين فقط على جوابه يعني هو واسطة هو واسطة في التوفيق هو واسطة في التوفيق واسطة في التوفيق و هذا نفس اللي قاله ابو جهل وابو لهب يا شيخ نفس اللي قاله ابو جهل وابو ما نعبدهم إلا ليقربون الى الله زلفا احنا ما بنعبدهم ما بنعبدش الله تعوز لأولئي شفاعاؤنا عند الله فدول الواسطة بيننا وبين الله فارسل الله تبارك وتعالى اليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى دعاء الله تبارك وتعالى لذلك انت رأيت واذا سألك عبادي عني فاني قريب كل سؤال في القرآن الكريم يا شيخ نجدي يسألونك عن الخمر قل يسألونك ماذا ينفقون قل يسألونك عن الشهر الحرام القتال قل يسألونك عن الأنفار قل ويسألونك كل سؤال ويسألونك ويسألونك قل إلا سؤال واحد واذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل أو قل فإني قريب فإني قريب لأن الله لا يحتاج وسطة لا تأخذ محمد وسطة صلى الله عليه وسلم ولا آل البيت ولا الأنبياء تدعو الله مباشرة يا شيخ نجدي أنا أعلمك التوحيد والله لإني لك ناصح أمين عجيب نعم تفضل أتفضل مسألة إلا ليقربونا ما نعبدهم هذا كلام يا أخي عجيب غريب نحن قلنا نعبد الإمام ليقربنا إلى الله نعم أنا قلت هذا الكلام نعم أنا قلت أنني أعبد الإمام حتى يقربنا إلى الله نعم قلت ذلك أنا قلت لا قلت وسيلة لا أنت قلت دلوقتي التوفيق من المهدي لأنه واسطة بيننا وبين الله فنطلب من مهدي التوفيق نطلب منه الرزق أنا بسألك الآن حكم من يبعو الحسين مباشرة ويقول يا حسين رزقني يا حسين شفني هذا ضال ليس كذلك مشرك أستاذ رامي أعيد عليك أنا لست كغيري أنت تدلس علي أنا متى قلت أننا نعبد الإمام من دون الله متى قلت لو سألت ناس أنتم بتعبدوا فلان هو يقول لك لا بس هما صرفوا لعبادة يعني ما أقف قدام ضريح وأقف أمام هذا الضريح وأقول يا حسين رزقني يا حسين شفني يا حسين اقدحاجتي يا حسين وفقني وسمعك فيديو معمم دلوقتي بيقول هذا الكلام ورب الكعبة معمم من الكويت أليس هذا كفر وشرك بالله أليس من باب أولى أن يدعو الله مباشرة صرف الدعاء للحسين والدعاء عبادة أجبتك قبل قليل وقلت لك الأعمال بالنيات أنا لم أقل أنا نعبد الإمام أعوذ بالله يعني إيه الأعمال بالنيات بس يا شيخ يعني إيه أنا أعمال بالنيات وأدعو غير الله الدعاء عبادة وليس عبادة لم ندعو نتخذ وسيلة لله لم ندعو غير الله ما يقول يا حسين رزقني ما هي نيته ما هي نيته ما هي نيته عندما يقول يا حسين رزقني ما هي نيته اسأله أنت اسأله قل له عندما قلت يا حسين رزقني ما هي نيتك يقول لك أنا نيتي أن حسين يشفع لي عند الله في أن يرزقني أعوذ بالله ده هذا باطل وهذا شرك وهذا ضلال يعني أن ما أنا أروح دلوقتي يعني إذن يا شيخ أنا ممكن أقول يا عزراء ارزقيني يا مسيح ارزقني وأنا قصد أن يشفع لي عند الله هذا خطأ يا مسيح ارزقني أنه ينفع توسل بإبراهيم ينفع توسل بالمسيح وأقول يا عيسى ارزقني ينفع عزيزي الله أكبر بس ينفع دي اللي أنا عايز أسمعها منك إذن أنتوا بقيتوا زي النصارى روحوا كناس النصارى وقفوا مع النصارى وقولوا يا يسوع ارزقنا يا عزراء شفعيلنا أو انتقف جنبه هو يقول يا عزراء شفعيلنا وانت تقف تقول يا زهراء شفعيلنا يا يسوع اغفر لي وانت تقوم وقف في الناحية الثانية وتقوله إيه يا حسين اغفر لي وهو يقول يا عزراء دبري لأمري وانت تقول يا زهراء أدرقيني وهو يقول يا يسوع وفقني وأنت تقول يا حسين وفقني فتقفوا مع بعض بقى أو انت ممكن تدعو انتوا الاثنين مع بعض يسوع لان انت قلت الآن يجوز دعاء الحسين يا شيخ نجدي متى تتوبون إلى الله إلى متى نعلمك بالتوحيد وتأبونا يا شيخ نجدي التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرق به سبحانه جل الشرك أنت لا ساعدتني في الجواب عندما قلت نذهبوا للنصارى ووقفوا معهم عندما قلت لك الأعمال بالنيات النصارى عندما يتكلمون بهذا الكلام نيتهم نيتهم أن الله ثالثة ثلاثة واضح؟ نحن عندما نتكلم هذا الكلام ونتوسب الحسين إلى الله لا نجعل الحسين ثالثة أو الله ثالثة ثلاثة إنما نجعل الحسين وتسير إلى الله وهذا الفرق بيننا وبين النصارى أرجو أن تفهم طيب هل الدعاء عبادة؟ نعم هل الدعاء عبادة؟ الدعاء ذات عبادة من المشكلة الدعاء عبادة؟ نعم أدعو الله أعبد الله بالدعاء جميل ممتاز جدا سمي أقسام العبادة طيب ممتاز طيب لو أنا قلت لو صرفت الدعاء لغير الله هل هذا شرك؟ لغير الله؟ نعم شرك لكن لو اتخذت وسيلة في الدعاء جميل يا شيخ إذن الدعاء عبادة ولو أنا صرفت الدعاء زي الصلاة لو أنا صليت لغير الله يعني نويته الصلاة للحسين أعوذ بالله هذا شرك صح مع إنما الصلاة لا يدخل بها بنية الجهر بهكذا لكن لو أنت نويت الصلاة للحسين هذا شرك عندنا وعندكم والدعاء أيضا عبادة طيب بما إن الدعاء عبادة اللي وقف أمام قبر الحسين وبيقول يا حسين ارزقني ما تقولش إنه هو أصدن الحسين يعني يكون واسطة ويجعل الله تبارك وتعالى يرزقه لا يا حبيبي يا حسين ارزقني وصرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى هو صرف الدعاء للحسين مباشرة ودع الحسين مباشرة أنت تعلم الغيب؟ تعلم نياته وأنت؟ من قال أنه صرف الدعاء لغير الله؟ مهوت بيقول يا حسين ارزقني بيقول يا حسين ارزقني نعم قلت لك لكن نيته ماذا اسأل انت الآن انتصل بأي شخص لا انتصل بأي شخص واسأله وقل له ماذا تقصد ما هي نيتك عندما تقول يا حسين يقول لك نيتي ان اتوسل الى الله بالحسين لا يا شيخ نيته نيته انه يدعو الحسين هسماعك الآن لأحد اساتيزة الحدسة لا وسمعني طب ملاش هسماعك هنقل لك فتوى المرجع الهالك اللي لسه ما يتبقى له ايام الروحاني وبيقول طلب الحاجات مباشرة من الامة ليس بشرك طلب الحاجات مباشرة نعم قصده بالتوسل هذا القصد لا بيقولك انك تطلب مباشرة منهم توسل فين رب اين الله في الموضوع بقى انت طلبت من الحسين مباشرة ايبقى اين الله في الموضوع يا حدي اسمعني يا استاذران انا عندما اقول يا حسين هذا مباشرة هو كلام مباشر هذا يا حسين ارزقني هذا كلام مباشر فعلا لكن ما هي نيتي هي نيتي إلى الله أنت وسيل إلى الله شوف أستاذ الرامي من قبيل أن الله تعالى أنت قلت أنني قريب أجيب دعوة داعي هذه نتيجة لكن الله تعالى لم يبين كيفية الدعاء إليه نعم هو قريب هو قريب لا إشكال لكن كيف أصل إليه هو هل يقصد قرب المكاني لا طبعا لا يقصد قرب المكاني يا عزيزي شوف مثلا تعالى بسجود الملائكة لآدم لماذا لم يؤمرهم بالسجود إليه مباشرة لماذا هو يريد أن يعبد هكذا هو الطريق للوصول إليه هكذا هو يريد هكذا يريد أن يتخذ وسيلة إليه هو يختار وسيلة ليس نحن طيب أرد عليك بس في النقطة دي يا شيخ نجد الله سبحانه وتعالى لا يريد أن نتخذ وسيلة الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة للسجود امتثالا لأمر الله فسجدوا لآدم ليست تعظيما لآدم ولكن امتثلا لأمر الله تبارك وتعالى وأراد الله أن يبين للجميع موقف إبليس هذا اللي هو سيكون إبليس عليه لعائن الله من هؤلاء الذين سيشركون بالله أو من هؤلاء الذين سيعترضون على أمر الله تبارك وتعالى لكن زي ما أنت قلت تعالى نشوف الأنبياء في القرآن هل كانوا بيأخذوا وسطة بينهم وبين الله يعني مثلا آدم عليه السلام حينما دعا في القرآن يا شيخ نجد ممكن تسمعني؟ توضيح شوان لا لا توضيح بسيط أنت تقول أن الله أمرهم فهم استجابوا طاعة لله وهل الله تعالى يأمر بالشرك؟ لا لا يأمر بالشرك ولكن هذا في شريعة من قبلنا وإنت لسه إلي دلوقتي شريعة من قبلنا كإخوة يوسف مخروا له السجدة شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخلف شرعنا وشرع ما قبلنا على ثلاثة وجوب بس إحنا مش موضوع أن نقصل في هذا ونبين الآن لكن نشاهد أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخلف شرعنا زي ما إحنا مثلا كانوا يصنعون لسليمان تماثيل وأصنام مثلا تماثيل وجفال كالجواب وقدور إحنا الآن لا يجوز لنا صناعة التماثيل لنهي الإسلام عن ذلك أنا بس على شرع ما نتوسعش في المسألة يا شيخ خالينا نرجع أنا وأنت معلش وتسمعني دقيقة وحدة في كل شريعة بسا بسا رجاء 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 في كل شريعة الله تعالى من أمر بشرك لا تقول هذه الشريعة أنا قلت لا الله لا يأمر بشرك ولكن قد ينسخ أمر ويكون في شرع ما قبلنا زي الأصنام أو صناعة التماثيل كما بينا ولكن ولم يصنعوا التماثيل هذه للعباد فأنا قلت لك شرع لنا شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا فإحنا وإنت لسه إيه اللي إحنا شرعنا وما أنت قلت لي في الأول لا المسيح إحنا هذا شرع ما قبلنا خلينا بس نشوف الأنبياء كانوا بيدعوا إزاي هل الأنبياء كانوا بيأخذوا واسطة بينهم وبين الله؟ أجيب الله تعالى يأمر بالشرك حتى في شرعة ما قبلنا وأنا أوافقك في ذلك الله لا يأمر بالشرك آه يعني أنت دلوقتي بتجيز للشعن يسجدوا لقبر الحسين صح؟ بأي نية؟ بأي نية يسجدوا لقبر الحسين؟ يسجدون لقبر الحسين بنية أن ربنا وفقهم وجوم لهذا المكان لا 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 بنية أن الله تعالى أو أنهم اتخذوا وسيلة إلى الله الملائك اتخذوا وسيلة إلى الله بسجده أعوذ بالله الملائكة لم يتخذوا وسيلة إلى الله لم يتخذوا آدم وسيلة إلى الله رقم واحد رقم اثنين أستاذ الحوزة العلمية نجد الركاب بيجيز للشيعة أن يسجدوا للحسين ويطلبوا من الحسين ويسجدوا له عند قبره بالنية أنه هو وسط بينهم وبين الله فصرف السجود الآن وهو عباد وصرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى وصرف الحسين فصرف السجود للحسين وصرف الدعاء للحسين تعالوا نرجع أيها المشاهد الكريم ننظر أنا وأنت كيف كان الأنبياء يدعون الله تبارك وتعالى فل كان الأنبياء يا شيخ نجد الركاب يدعون الله أم يأتخذون الواسطة التي أنت تقول عنها مثلا آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ودهر حمنا لكوننا من الخسر ربنا طيب من تاني من الأنبياء موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فطلب المغفرة من الله طيب وكان وأراد الرزق من الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال رب نجني من القوم الظالمين أنت عندك يا محمد يا علي يا علي يا محمد صراني فإنكم ناصران وكفياني فإنكم كافيان في مفاتيح الجنان شوف فسيكفيكهم الله وما النصر إلا من عند الله شوف دلوقتي رب نصرني بما كذبون نوح عليه السلام قال رب نصرني بما كذبون ولم يطلب النصر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب النصر من علي وأنتم تعتقدون أن النبي وعلي أفضل من نوح فنوح طلب من الله مباشرة ردلنا على هذا الكلام يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين موسى عليه السلام قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وقال رب اغفر لي ولوالدي دعية الأنبياء الأنبياء كانوا يدعون الله إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا أمين ما فيش ولا نبي من الأنبياء في القرآن اللي أنزل على محمد هو صلى الله عليه وسلم ولا نبي من الأنبياء اتخذ الوسيلة الشرك اللي أنتو بتقول عليها دية ودعا غير الله تبارك وتعالى داود عليه السلام يا شيخ نجد الرقابي قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدمنا فطلب من الله مباشرة سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد طلب من مين الملك طلب من الله تبارك وتعالى زكريا ما أحتاج الولد إما أراضي الولد طلب الولد من من طلبه من الحسين المهاجر بيقول لك إذا أردت ولد كل الشكلات واتلب من الحسين ولد عينه خضر لأ زكريا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فطلب من الله عيسى عليه السلام قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء لوت عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين يوسف عليه السلام قال فاطر السموات والأرض أنت وليه في الدنيا لأخير توفني مسلما وألحقني بالصالحين شعيب عليه السلام واسع ربنا كل شيء علم على الله توكلنا توقل على الله مش توقل على إمامك المهدي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سليمان عليه السلام قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى زكريا قال رب هبلي من لدونك ذرية طيبة الأنبياء كلهم يعقوب عليه السلام إما حزن اشتكل مهديك اشتكل النبي اشتكل إبراهيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فكل الأنبياء كانوا يطلبون من الله وإمتم جايين تريدون عبادة إرجاع دعوة عمر بن لحي الخزاعي إلى أرض العرب إلى عبادة غير الله وتعاء غير الله طب إلى الله يا شيخ ناجد الركابي شكرا لك وأسأل الله أن يشرح لا 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 تهرب لا تهرب لا 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 أسمن جايين تهرب سبناها لم wür gereki شكرا لك يبدون مظلومتيات أجبني الأنبياء كلها كانت تطلب من الله سبحانه وتعالى ما فيش ولانا بمكن تخذ وسيطة لو كانت الوسيطة أفضل من دعاء لا مباشرة لا تتخذها الأنبياء لكن الأنبياء ajudت لك دلوقتي إبراهيم وسليمان وعيسى ويعقوب ويوسف ويونس لا إله لأنت سبحانه كنت من الظالمين وموسى ونوح وزكري جبتلك دلوقت جل الأنبياء أدعيتهم في القرآن الكريم كانوا يدعون الله مباشرة فلو كان اتخاذ الواسطة خير لفعلها الأنبياء والله سبحانه وتعالى أمر النبي فبهده مقتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى الأنبياء فكان يدعو الله مباشرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وكنا عذبا أعوذ بكلمات الله التماتي من شر ما خلق وأعوذ برسول الله بتستعز برسول الله لكن شوف النبي كان بياد صلى الله عليه وسلم كان بيادعو الله مباشرة واكتدى بهدي الأنبياء عندك دليل من القرآن تدهوني على جواز أن أقول يا حسين ارزقني يا حسين شفيني يا حسين اقد حاجتي هاتلي دليل من القرآن يا شيخ نجدي تفضل أنا قلت لك تعرف طريقة وهذا كلامك كل زاد شكرا شكرا أعرف طريقتك وإنت محاور جيد وإنت قوي وإحنا كلنا ضعفاء بالنسبة لك هاتلي دليل من القرآن يا شيخ نجدي على الشرك اللي بتعلموه لأعوام الشاعي يا أستاذ الحوزة العلمية على أنه يجوز لي أن أقول يا حسين ارزقني دليل من القرآن اسمع قبل أن تعلم انتصارك قل لي متى أنا صرفت السجود لغير الله تعالى لا أما أنت دلوقتي قلت يا جوز السجود للحسين الآن عند قبر الحسين شكرا توسلا يعني واسطة بيننا وبين الحسين ما لكش دعب اللي فات كل يا شيخ نجدي أنا بقول لك الآن القرآن حكم بين وبينك قرأت عليك آيات كثيرة للأنبياء كانوا يطلبون من الله مباشرة وكانوا يدعون الله مباشرة عندك دليل الله أمرك أن تدعو الحسين الله أمرك أن تتخذ آل البيت وسطة هاتلي دليل من القرآن بأي محكمة تفضل السipة هاتلي دليل من القرآن يا شيخ نجدي على جواز أن أقول يا حسين ارزقني يا حسين يشفني تفضل السيد رابي هاتي الدليل من القرآن يا شيخ نجدي يا حسين قلت لك القرآن ليس كتابة سمعت يقول حسين وعلي لا يبقى ما فيش في القرآن طب ما هو القرآن قال إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وزكريا وإسماعيل وإدريس وذلكفلي والخضري وموسى وهارون وسليمان وإبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف ويونس هوت القرآن قال هو يحيا وعيسى وزكريا القرآن جاب هؤلاء فلماذا لم يقل الحسين اللي هو أفضل من هؤلاء عندكم لماذا لم يقل يا عالي لماذا لم يقل المهدي لماذا لم يقل هذه الأسماء التي عبدتوها من دون الله تبارك وتعالى لماذا لم تأتي في القرآن يا شيخ نجدي شوف أنت شوف يا شيخ نجدي ليه يا شيخ نجدي اللي حصل لك كده لإني مفيش أدلة في القرآن يا شيخ نجدي على هذه العقيدة الباطلة لا 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 أنا ذكرت لك أدلة أنا ذكرت لك أدلة وسجوء وأمر الله هاتلي دليل من القرآن على جواز ان انا اقول يا حسين ارزقني يا حسين شفني يلا الشيخ ناجد ركابي يريد مشاركة الفيديو قفى سكر الخط عمل مشاركة الفيديو سكر الخط والله خلنا نجيبه تاني الشيخ ناجد ركابي يريد الشيخ ناجد ركابي ان تأتيني بدليل من القرآني على جواز القول يا حسين ارزقني يا حسين شفني يلا يا شيخ ناجد هاتلي دليل من القرآن على جواز القول يا حسين ارزقني يا حسين شفني آسف آسف بدون قصد هذا صار إنهاء المكالم مش مهم مش مهم هتلي دلمي القرآن على القول يا حسين رزقني يا حسين شفين قلت لك القرآن ليس كتاب أسماء الله أكبر طيب لماذا ذكر أسماء الأنبياء لماذا ذكر أسماء الأنبياء لأنا قلتها لك دلوقتي ولم يذكر ولا إمامنا إمتك لماذا ذكر أسماء الأنبياء ولم يذكر الآئمة تفضل هؤلاء كلهم ميتون هو يذكر هؤلاء الأنبياء وأسمائهم يذكر حوادث تاريخية لا يذكر أسماء معاصرين ذكر أسماء معاصرين فقط ذكرهم على نحو بيان أحكام معينة أيوة الأحكام المعينة دي حينما ذكر زايد بن حارئسة فلما قضى زايد منها وطرا مسألة تبني ومسألة زواج وطلاق تلعت أهم يا شيخ نجد الركابي من مسألة إمامة ومسألة توحيد يا شيخ نجد الركابي لا أهمية في ذلك مسألة الإمامة أنا ذكرت لك سابقا في اتصال سابق آية الولاية ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين ولحدنا لم تجيبني عنها مش أغير الموضوع يا شيخ نجد بالله عليك يا شيخ نجد يا شيخ نجد انت لما تلقى الأمر اتحشرت فيه جامعة كده تتحاول تروح يمين أو يسار هاتلي من القرآن يا شيخ نجد على جواز دعاء غير الله تبارك وتعالى بلاش يا عمي انت عجزة انت تأتي بأسامي الحسين أو علي أو المهدي أو الظهراء اللي انتو بتعبدون من دون الله هاتلي من القرآن على جواز ان انا اقول يا حسين ارزقني يا حسين اشفني بدون ذكر اسم الحسين هاتلي دليل من القرآن تفضل وابتغوا اليه الوسيلة اقرأ للآية كده لا ليس عندي مصحفة يعني ايه يا شيخ نجد استثفل حوزة العلمية وبتاخد لجزء من آية تب اقرأ للآية اللي قام ليها يا شيخ نجد ليس عندي مصحف حتى اقرأني يا شيخ نجد ما هيديك مش محتاجة مصحف انت المفروض استثفل حوزة العلمية لا تحتاج ذلك يا شيخ نجد الآية رقم 35 من سورة المائدة يا ايال الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله يا شيخ نجد وجاهدوا في سبيله لعلكم ايه تفلحون فالامام علي سلام الله عليه قال لنا عندكم في البحار وغيره ان افضل ما توسل به المتوسلون هي الصلاة والزكاة والحج والصوم ولم يكن التوسل بآل البيت هذا رقم واحد الله سبحانه وتعالى قال وبتغوا اليه الوسيلة والقرآن نازل على محمد صلى الله عليه وسلم فهل النبي ابتغى الوسيلة هل النبي اخذ الوسيلة ام لا تفضل الوسائل كثيرة استاذ راني القرآن الآية لم تحدد الآية مطلقة ابتغوا اليه الوسيلة وابتغوا مش ابتغوا وابتغوا اليه الوسيلة هل النبي ابتغى الى الله الوسيلة تفضل الوسائل كثيرة الآية مطلقة لم تحدد وسيلة معينة اتخذها النبي او لم يتخذها تتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذه الوسيلة اللي انتو بتفعلها دلوقتي تبفرد انا دلوقتي عايز اخذ وسيلة اي واحد اخذ وسيلة يقول لك انا هاخذ البدوي وسيلة بيني وبين الله تبفرد واحد جيد الوقتي اراد ان يتوسل بالقم عباس القم وانا عندي ناس بتتوسل به وبتأخذه وسيلة الان هل هذا شرك اسمع سالرامي نحن نتكلم عن اهل البيت ما ابدوت ما انا اهجب لك السستاني من اهل البيت عندك من اخذ السستاني وسيلة بينه وبين الله هذا شرك السستاني من اهل البيت اه لو من اخذ السستاني وسيلة بينه وبين الله لا ليس لي علاقة انا اتكلم عن عقيدة ايوه ليس لي علاقة انا مبين لك هوة انت عندك اصلا هنا ذكرت هذا في امور كثيرة وعندك كتاب 450 قصة عجيبة لبكر الكيشوان المسوي سيدك بكر الكيشوان المسوي والكتاب كم صفحة يا الأكار من كتاب 800 صفحة ذكرت فيه وبينت فين بيتخذوا المراجع وسيلة بيتخذوا عباس الكم وبيتوسلوا من الكلين خلاص عدوا مرحلة قال البيت كمان بقوا بيتوسلوا الآن بأضرحة بالهيكل العظمية بتاعت المراجع والمعممين وبيتخذوهم وسيلة بس الأستاذ الشيخ الأستاذ الحاوز ناكد الرجابي بيقول ليس لي في هذا الأمر طيب أنا أجب لك الآن الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة هل هذه الآية محكمة أم متشابهة؟ محكمة جدا المحكمة هو الذي لا يحتاج إلى قرينة تبين وتظهره هل الآية بيّنت للوسيلة؟ مطلقة أيوة مطلقة الآية متشابهة وليست محكمة لا ليست متشابهة ما هي الوسيلة؟ اتخذ إلى الله كل ما يقربك إليه ما هي الوسيلة؟ أين انتشابه؟ أين انتشابه؟ بنا أقول لك ما هي الوسيلة؟ الوسيل كل ما يقرب إلى الله كل ما يقرب إلى الله صح؟ نعم إن أنا أتخذ الوسيلة أي كل ما يقرب إلى الله هل في الآية أمرتنا أن نتوسل بالحسين أو بآل البيت؟ نعم يقرب إلى الله في الآية كده؟ في الآية أن فيه توسل بآل البيت؟ لا يقرب إلى الله يقرب إلى الله يقرب إلى الله إذن لو أنا أخذت العذراء وسيلة بيني وبين الله ليس بحرام الله أبنى علي في القرآن مريم تقرب إلى الله لو اتخذت المسيح عيسى بن مريم وسيلة بيني وبين الله ليس شرك يقرب إلى الله طيب أنا أتخذ المسيح وسيلة بيني وبين الله وأقول يا مسيح ارزقني هل هذا شرك؟ بأية نية؟ بالنية أنه هو وسيلة بيني وبين الله جيد لا بأس وقلت يا عزرة اشفيني بنيتني يا وسيلة بيني وبين الله جيد لا بأسمعه الله أقول دل أنا عايز أسمعه منك يا نجد الرجابي أن تريدون أن تنصروا أمة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين بقى نعلق صلبان ونروح نقول يا يسوع ارزقنا يا عزرة اشفعلنا يا عزرة اغفرلنا زي ما النصر بيقولوا نقوم احنا قيلين زيهم ليه أسل وسيلة وابتغوا إليه الوسيلة محكما نحن نتخذ هؤلاء أعوذ بالله يا شيخ يا شيخ نرجع للوسيلة الوسيلة تنقسم إلى قسمين يا شيخ نجد الرجابي التواصل ينقسم إلى توسل مشروع وتوسل ممنوع والتواصل المشروع أنا بينت لك في القرآن إن أنا توسل بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها فادعوه بها أقول يا رحيم ارحمني يا رزق ارزقني يا غفور اغفر لي يا تواب طب علي ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها فأتوسل بأسماء الله وصفاته اتنين اتوسل بعمل الصالح اتصدق بصدقة واتي اتوسل بها اتوسل بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا اماننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين ربنا اماننا فاغفر لنا وارحمنا اتوسل بعمل الصالح وده دليل من القرآن اين بقى اجد في القرآن يا نجد الركاب ان انا اقول يا حسين ارزقني ويا حسين شفيني هتلف هتلف واتي هنا وطأف وتعجز حين تجيب عجيب عجيب يعني نعيد نفس الكلام واجبتك قبل قليل والله لم تجيب يا نجد الركابي واتعبتنا والله اصبر 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 لو اجيبك سواعيد بالنسبة لي تنصير الامة قلت لك ان هؤلاء النصار يجعلون الله ثالث ثلاثة ونحن لا نجعل الله ثالث ثلاثة ماشي مس دعوه هو يعني البرتستانت مثلا لو ما قالوش انه هو ثالث ثلاثة لو البرتستانت ما قالوش ان ثالث ثلاثة انت بتقولها مثلا مثلا يعني قسم من النصار لا يكونون ثالث ثلاثة فخلاص نبقى معاهم بقى ونبقى اخوان انت وهم تبقى انتوا معاهم تبقى اخوان انتوا هما وتروح وتقول يا ياسوع ارزقني ويا فاطمة شفيني ربنا امرك كده يا شيخ نجد الركابي انظر في سورة الشعراء على ما اذكر ابراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مردت فالحسين يشفين فعلي يشفين فاللبيت يشفون واذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئة يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لابي انه كان من الضالين موس موسي الآيات كلها ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفعوا إلا علي لا سيدنا المسيح عليه السلام كان يرى ان علي هو النافع بقى وقسيم الجنة ونر كما انتم تعتقدون ويدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء لا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى بالولاية إلا من أتى بتنصيب الأئمة الاثنى عشر إلا من استغفى بالحسين اسمع التلحيد وتعلم من القرآن إلا من أتى بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين يا شيخ نجدي ورب الكعبة لو مت على هذه العقيدة فأنت مخلت في نار جهنم ورب الكعبة مخلت في جنان الخلد أعوذ بالله أعوذ بالله نجدي الركابي يرى إن اللي يقول يا حسين ارزقني ويعالش فيني مخلت في نار الخلد وأنت أيها الشعي العقل أنا قرأت عليك كم آية الآن الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ويعقوب وإدريس وسليمان قرأت عليك كم من الأنبياء الآن كانوا يدعون الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعون الله مباشرة وآل البيت كانوا يدعون الله مباشرة ودلوقتي يقول لك من يقول يا علي ارزقني يا حسين شفيني يا مهدي أدركني يا فاطمة ارزقيني وأغثيني ده مخلت في جنة الخلد شفتم وصل الشرك بهؤلاء إلى ماذا؟ الحمد لله على نعمة التوحيد اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد ولك الحمد على أن جعلتنا متمسكين بهذا الكتاب هذا أستاذ الحوزة العلمية وأنا من عوام أهل السنة والجماعة وأنا من عوام أهل السنة والجماعة وأثبت له عقيدتي في التوحيد من كتاب الله تبارك وتعالى وهو لم يأتي بآية واحدة تثبت ما يعتقد به كان معكم أستاذ الحوزة العلمية نيجي ركا أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تظهر إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلت كل ما هو جديد